أولاً نبارك للأخوان والشعب الكويتي بالنسبة للمكافأة الصفوف الأمامية تم الانتهاء منها باللجنة وتم الموافقة عليها بأغلبية النواب الموجودين وهذا حق يعني كانوا فيه لوم على المجلس نحن نقول اللوم ما هو على المجلس لأنه فعلاً كانت الكشوفات ولنا الحكومة واضح أنها تبتحرج المجلس يعني بهذا الطلب بالعكس الأخوان يعني وافقنا باللجنة على الأقرار الاعتماد الستمائة مليون وضع فيها بعض القيود للتأكيد على أنه ياخذها المستحق وأيضاً تم إضافة قرار أن هناك تظلم وما عندهم مانع الأخوان يعني وما عندهم أيضاً حتى النواب توقع الكل حتى لو تم طلب اعتماد مالي آخر للمتظلم نحن نقول الكل مستحق وضعنا بعض القيود عشان لكي لا تلعب فيها الحكومة أنه في بعض الأشخاص وأكدنا بعض القيود الموجودة أكدنا أن المستحق لا يظلم وفتحنا باب التظلم نفس القرار أن هناك باب مفتوح للتظلم أي واحد يرى أنه تم ظلمه من هذا القرار أو ما أخذ المكافأة الصفوف الأمامية نحن بالعكس حتى لو تم طلب إضافة ما عندنا مشكلة الكويتين يستحقون ما نجي ندقق اليوم على المكافأة الصفوف الأمامية وكثير من الدول الآن أعطت الشعب الصفوف الأمامية مكافأة الصفوف الأمامية نحن نقول الشعب الكويتي يستاهل الشباب الكويتي يستاهل الشباب الكويتي كان حتى لو ما قدم يعني حتى لو ما أعطوه مكافأة مالية من السعد أنه يضحي بس إلى الحكومة هي من تكفل هي من بادرت في الأمر وقالت يستحقون ونحن نقول يستحقون